نحن الآن في منطقة ثعبات هذه المنطقة التي تقع في الجهة الشرقية لمدينة تعز وهي من أهم المواقع التي دارت اشتباكات عنيفة فيها مساء الأمس بعد أن شنت ميليشيات الحوثي وصالها الانقلابية هجوما على العديد من المواقع التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية اشتباكات هي الأعنف منذ بذء السريان الهدنة وتثبيت وقف وتوقيع على تثبيت وقف إطلاق النار وتلاحظون هناك في الخلف هذا المبنى الهيكل الذي لا زالت الميليشيات حتى هذه الساعة تقوم بقنص المرة وقنص أي تحركات تقوم بها المقاومة الشعبية وأيضا هذه الأحياء التي أمامكم الآن حي قريش وذلك الجامع قريش أيضا تتمركز فيه قناصة الميليشيات وتقوم بقنص المواطنين واستهداف المرة الذين يقومون بالمش في هذه المواقع وللحديث أكثر حول المعارك التي شهدتها هذه الجبهة بالأمس ينضم إلينا هنا القياد الميداني عمار الفضلي ليحديثنا عن آخر التطورات التي شهدتها هذه الجبهة بالأمس بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أمس تم الهجوم علينا من قبل الملشيات والمخلوع وتم التصدي لهم من رجال المقاومة والقيش الوطني ببسالة والحمد لله رب العالمين تم دحرهم إلى مواقعهم الرسمية وتم الصمود من أفراد المقاومة والقيش الوطني وتثبتوا ثبوت الرجال إن شاء الله وإن شاء الله سوف نتقدم كل ما لدينا من قهد وإمكانيات حتى آخر قطرة الدم في أجسامنا إن شاء الله إذن لازالت الملشيات تواصل هجماتها المتكررة والمستمرة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في خرق واضح ومتعمد للهدنة المتفق عليها والموقع عليها من جميع الأطراف أعضاء لجنة تثبيت ووقف إطلاق النار تلاحظون في هذه الأثناء هذه المنطقة التي تشهد اجتباكات عنيفة وأيضا الميليشيات تقوم في هذه المنطقة بقطع الطريق الرابط ما بين منطقة الثعبات ومديرية صالة ثم الحوبان هذه الطريق الرئيسية أو من أهم المنافذ التي تعتبر لمدينة تعز الميليشيات تقوم بقطعها وأيضا كما أشارت المعلومات بأن هذه المنطقة تعتبر ملغمة أو الشبه ملغمة للكامل ويبقى السؤال الأهم والأبرز هنا ما الذي ستفضي إليه المشاورات في الكويت في ظل الهجمات المتكررة والخروقات الواضحة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية وإلى متى ستظل هذه المدينة ترزح تحت وطأة القصف العنيف والحصار المستمر الذي على ما يبدو أنه سيدوم طويلا ما لم تسارع الحكومة بوضع الحلول المناسبة اللازمة إما سياسيا أو عسكريا حمز أمين قناة بلقيس تعز اشتركوا في القناة